السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظامك الغذائي يمكن أن يؤثر بسهولة على صحة جسمك وهناك العديد من الأمراض الخطيرة الأخرى المرتبطة بسوء التغذية إذا وصلت إلى مرحلة الخمسين عاما وبدأت تعاني من بعض ألام المفاصل فقد يكون نظامك الغذائي عاملا في المعادلة خاصة إذا كنت تتناول هذه الأطعمة السيئة بانتظام الأطعمة التي تسبب التهاب المفاصل زيوت الطبخ المكررة جرب استبدال الزيوت النباتية المكررة بزيت الزيتون وزيت الأفوكادو عند الطهي لتقليل تناولك لأحماض أوميغا 6 الدهنية إضافة المزيد من الأسماك الدهنية الغنية بأوميغا 3 مثل السلمون يمكن أن يخفض الالتهاب الدقيق الزيوت المكررة ليست منتج الطهي الوحيد الذي يمكن أن يسبب الالتهاب يمكن أن تؤثر أنواع الدقيق التي تستخدمها أيضا على ألام المفاصل يمكنك أيضا البدء في مبادلة الحبوب مكررة مثل الدقيق الأبيض بالحبوب الكاملة مثل الأرز البري مما يقلل من ارتفاع السكر في الدم وانخفاضه السكريات المضافة تناول السكر المضاف مثل الحلوى والصودة والمشروبات المحلة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل وفقا للأبحاث وقد تزيد أيضا من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الأطعمة المالحة من المعروف أن الإفراط في تناول الملح بالنسبة لبعض الأشخاص يضر بضغط الدم ما قد لا يدركه الكثير من الناس هو أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالملح يمكن أن يزيد من التهاب المفاصل وقد يساهم أيضا في احتباس السوائل مما يؤدي إلى انخفاض نطاق الحركة في المفاصل اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء غنية بالدهون وربطت دراسات البحثية بين تناول اللحوم الحمراء وزيادة مستويات الالتهاب مما قد يؤدي إلى تفاقم تورم المفاصل وأعراض التهاب المفاصل كما وجدت دراسة أن استبدال اللحوم الحمراء بحصة من الدجاج أو السمك أو البقليات أو المكسرات كان مرتبطا بعلامات حيوية أقل للالتهابات منتجات الألبان والأجبان عالية الدسم تعتبر منتجات الألبان فئة صعبة لأن مجموعة متنوعة من المنتجات الزبادي إلى الجوبن إلى الحليب إلى الأيس كريم كلها توجد بها كمية الدهون والسكر بشكل كبير بناء على المنتج وتساعد في أعراض التهاب المفاصل الأطعمة الدسمة إذا قللت من استخدام الدهون المشبع فيمكن أن يساعدك ذلك على تحسين صحة مفاصلك بعد سن الخمسين استبدال الدهون المشبع في نظامك الغذائي بالدهون غير المشبع ويمكنك تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي في النهاية إن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والأسماك والمكسرات والفاصولية مع القليل من الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة ليس مفيدا للصحة العامة فحسب بل يمكن أن يساعد أيضا في إدارة نشاط المرض مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته